أنتقل الآن إلى غلاف غزة مع إيمان شبور مراسلة الغد حيث إطلاق الصواريخ من القطاع على مناطق وسماع أصوات أربعة اعتراضات إيمان لو تضعينا بتفاصيل ما حصل ما الذي يحصل الآن نعم قبل عدة دقائق سمعنا أصوات انفجارات ورأينا أثار اعتراضات الصواريخ المقاومة الفلسطينية في هذه المنطقة بالقرب مننا فهمنا وفق بيان الجبهة الداخلية الإسرائيلية بأن صافرات الإنذار كانت في كفار عزة وهي في منطقة غلاف غزة وهي مقابلة بالضبط لمدينة غزة لذلك ربما هذه الصواريخ قصيرة المدى خرجت من مدينة غزة أو من جباليا لأننا رأينا الاعتراضات قريبة جدا من هنا رأينا في الهواء أثار هذه الاعتراضات وسمعنا أصوات أربعة انفجارات فهمنا بأن هناك إطلاق صواريخ من قطاع غزة على هذه المنطقة فقط بالأمس كان قد قال قائد الجبهة الداخلية في حديث علني بأن إسرائيل اقتربت من أن تمنع إخراج القوة الصاروخية من قطاع غزة في كل شمال القطاع وهنا نحن نرى الآن بأن هذه الصواريخ على الأرجح يعني لست متأكدة ولكن على الأرجح أنها خرجت من شمال القطاع وليس من جنوبه بسبب اتجاهها وأيضا الاعتراضات التي رأيناها قريب جدا من هنا في الغلاف الشمالي لغزة غلاف غزة الشمالي أشكرك من غلاف غزة إيمان شابور مراسلة الغد